السجداء والاستعطاف في خطاب الماضي كان يحاول مد اليد للجزائر ويتكلم عن الإخاء وأنه هناك جسم دخيل دخل بيننا وهذا يكشف أكاذيبه وتناقضاته ولكن لما فطنا أن الجزائر واعية بهذه المؤامرات وكشفت فضايحه ومؤامراته ضد الجزائر الآن يتوجه إلى أوروبا الذي كان بالأمس يضغط عليها ويستعطفها ويستقوي بها وأيضا يظهر للعلن مع الكيان الصهيوني كجسم دخيل حقيقة على هذه المنطقة للاستعانة به يعني أسلوب جديد في التآمر ونفس الوقت يتمادى في تعنته وفي رفضه للشرعية الدولية